لا تزال معركة الموصل تدور رحاها من جميع المحاور في الجانب الغابي من المدينة وتواصل القوات الأمنية توغولها في حي الصحة أكبر أحياء الجانب الأيمن مصدر عسكريون أفاد بأن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية تخوض حرب شوارع مع ناصر داعش داخل حي الصحة فرضت سيطرتها على خمسين بالمئة من مساحتها مؤكدا صعوبة الوضع القتالي بسبب انتشار قناصة داعش بين الأزقة وعلى أسطح البنايات المأهولة بالسكان فضلا عن الانتحاريين والعجلات الملغمة